أنا عملت إنترو في البداية وقلت بقى أستاذ حسام اللي بيحلل لنا بشكل مختلف ودي حقيقة وعندك كان بيبقى دايما رؤية مختلفة بصراحة خليني أبدأ معيك بماتش أول مبارح والبعض يعني دولوا عنوان كده أطلقوا عليه مباراة تحت عنوان يعني هي أطفقت شوية الغضب في الصدور أو يعني أثلجت قلوبنا زي ما بيت قال بتتفق ولا بتختلف وفي نفس الوقت هل هي بداية لموسم قوي جدا وماتشاط لسه قدامنا إن شاء الله نرجع فيها لشخصية الأهل مرة تانية اللي احنا نعرفها ولا قصة كلها زي ما البعض برضو بيحلل أن فاستيف يعني ما هوش فريقي أصلا أنت تحطه في حزبانك فربعية ما هياش هاجم مع أنه يرأي لا طبعا أنا مع الرأي ده لسبب بسيط طول عمر الفرق الجزائرية من الفرق القوية جدا وفي نفس الوقت الأهل الثالث عالم الأندية الأهل التاريخي الكبير العظيم ده مش مجاملة ولكن ده أرض الواقع طبعا الأهل طبعا لكل حصان كابوة ودي مش معناها قصة ما ينفعش فريق بيكسب طول عمره كل المكشات أو المباريات شيء طبيعي لازم عندي لعب يصاب حاجة بتحصل بيبقى مثلا الجهاز الفني بيطبق فكر جديد أو طريقة معينة مثلا بيلاقي نفسه أخفق فيها فده شيء طبيعي ممكن المستوى المنافس للأصاد على فكرة كل المنافسين بيجي أصاد الأهل بيبقى وشارسين جدا فشيء طبيعي ولكن الأهل الحمد لله بالتاريخ عمره بصراحة ما خسر أمام أي فريق جزائري وطبعا السقة اللي عادها الجهاز الفني لللاعبين احنا شفناها في أرض الملعب على فكرة لدرجة احنا كنا في الأول بنقول من أول دقيقتين تلاتة قلنا تابهال وفاق ستيف فعلا هو بيجر الأهل أو بيمتص حماسه للضغط بحيث بعد كده لأنه هو بيخطف المباراة وبقى كل الناس زي ما نقول كده حطين يديهم على ألبوم ولكن طبعا الأهل هو الأهل وهي ظل وقدر فعلا من خلال الضغط الرهيب على وفاق ستيف من أول خمس ست دقايق وده احنا شفناها طبعا انقائم الشمال شال ثلاث كوار محققين أهداف محققين بشكل رائع ده ادى السيقة الكبيرة حتى البقية اللاعبين ومن هنا تغيرت المجرى المباراة مش عشان ان ده أضعف لا هو الأهل كان قوي الخطة مع وضوعة كويس قاري كويس موسيماني الخصم بشكل كبير جدا عارف نقاط ضعفه وقوته وحتى ده كان هو يعني بيتملي بيدفع اللاعبين بحتة ان لازم يستخداد الكرة في ثانية مجرد ما بتتخطف من الأهل او بتتخط بنلاقي حتى ما بيهات وخط بتاعتهم ما بتكملش يعني أول وثاني كورة بتلاقي ان لعيب الأهل بيستخلصوها بشكل قوي وبيعملوا الهاجمة منظمها وفي نفس الوقت بغيتها جدا يعني تشوف أحمد عبدالقادر كان بيصاب ازاي الشحات بيرستاو اللي رجع بشكل قوي جدا مش نتيجة انه وجاب هدف لا هو قدر انه هو يقصر او يدحك تحركاته نفسها تحركاته ما هذه اللي قصرت التسلل ومن هنا فعلا قدر انه هو لا ودركة الدفاع وهو كمان نميز او سريع في تحركاته طبعا ومن هنا بصراحة تراجع وقف فاق الصيف حس ان هو عايز يخرج بقى اقل نتيجة عشان يعوض في الجزائر ومن هنا طبعا الاهل استغل الموقف وبالطرد لاعب منهم ده ادى الاولوية للأولوية وإن كان يعني احنا شوفنا الكابتن بيبو كان قاعد فيه حاجات نوامش مفصوط رغم ان احنا كسبانين اربعة لان طبعا بيقول طالما احنا ردبين المباراة ما فيش كرة عدي ما فيش غلطة ما فيش ما فيش ما فيش بحيث ان احنا لا الاهلي ليه ما كسبش سبعة ان ده طول عمر الاهلي كده وعشان كده لا انا مع فكرة ان الاهلي كان وسيظل قوي جدا وان شاء الله بإذن الله يكمل بنفس القوة حلو جدا